انت كده معاك التأمين ببلاش كده معاك التذاكر الصفر ببلاش كده حضرتك تقدر تجيب زوجتك وتجيب اولادك حضرتك هتلاقي اولادك بيتعلمه ببلاش تاني حاجة حضرتك هتقدر تقدم على برنامج التأمين الصحي ببلاش يسهنوا ويستضيفوا الناس ويحللهم كل المشاكل اللي احنا قلنا عليها ان هي عقد العمل تيكت الصفر كمان اللغة عايز اقولك ان انت فيه برامج هتلاقي فيها مش مطلوب منك فيها اصلا اختبارات لغة يا صباح الفول ازايك يا عزيزي عامل يا رب تكون بخير ودي اهم حاجة فعلا عندنا هنا ان انت تكون بخير ونقصوط وتكون راضي عن الفلصة اللي احنا بنقدمها لك دا النهاردة هنتكلم عن قرار مميز جدا نازل من فترة بس فيه ناس طلبت من ان احنا نتكلم عنه ألا وهو برنامج التنقل السريع برنامج التنقل السريع دا برنامج عامله اقلين كيبك اقلين كيبك عامل البرنامج دا واسمه لجزئين طبعا احنا كلنا عارفين ان اقلين كيبك دا بيتكلم باللغة الفرنسية وبالتالي هيكون فيه جزء بيتكلم بالفرنسي بس فيه للشركات اللي في اقلين كيبك فروع في مناطق تانية بتتكلم بالانجليزي وفروع كتير فبالتالي اقلين كيبك كان عايز يحل المشكلة الكبيرة اوي بتاعة طفرة الموليد ونقص عدد سكان الصغيرين الشباب وزيادة عدد كبار السن فبالتالي عمل ايه؟ عليك انا هعمل برنامج طب ايه المشاكل اللي بتواجه المهاجر عشان يجي كندا عندي اول حاجة بتبقى مشكلة انه او مش لاقي عقد عمل دي مشكلة كبيرة جدا ايه تاني مشكلة؟ تاني مشكلة ان حضرتك تذاكر الطيران وانت جاي بتبقى غالية لان انت بتبقى جاي من مناطق بقيدة فبالتاني التكت بيبقى غالي بالنسبة لك طيب ايه تالت حاجة؟ تالت حاجة ان انا مش عارف اتعامل معاملين اساسا ماينفعش ان احنا نخسر كل ده يعني ايه؟ يعني انا حتى لو سهلتلك ماينفعش تهل مثلا لنص مليون واحد ده كله كده البطالة عندي هتزيد تاني حاجة هجيب ناس مش هتبقى نافعة للمجتمع الكندي فلازم احييها طيب الحل ايه؟ الحل ان اقليم كيبك جمع اصحاب الشركات اللي غير ربحية المتخصصة في التوظيف في الاقليم اتعامل على نحيتي نحيه ليها علاقة باللي بتكلم فرنساوي ونحيه ليها علاقة باللي بتكلم انجليزي ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان هو جامع اصحاب الشركات دول كله وقعد معهم عمل معهم اتفاق ان هو يدعنهم ويدمهم لي صفحاته الرسمية في مقابل ان هم يسهنوا ويستضيفوا الناس ويحللهم كل المشاكل اللي احنا قلنا عليها ان هي عقد العمل اه تيكت السفر كمان اللغة عايز اقولك ان انت فيه برامج هتلاقي فيها مش مطلوب منك فيها اصلا اختبارات لغة دي في حد ذاتها من المشاكل الكبيرة اللي كانت بتواجه الناس كتير جدا في اي برنامج معظم الناس اللي بتشتغل على برامج الهجرة بتحط تعالوا بقى نروح نشوف برنامجنا ده في السريع النهاردة كده وقبل ما نخش افكركم بمسابقتنا هنختار من حضراتكم خمستاشر واحد بشكل عشوائي تماما انها نختارهم دون عنام معهم ايه هنقدم لهم في البرنامج بتاع النهاردة ببلاش مجانا خمستاشر واحد دون نختارهم بناء على ايه اول حاجة لازم حضرتك تكون عضو عندنا في القناة وتكون عامل شير للفيديو ده مع اصدقاء تاني حاجة تكون عامل لايك للفيديو وكاتب في الكومنت اسمه حضرتك ودولتك بس ده بس اللي طالبينه منك مش اكتر طيب خمستاشر ده قليل جدا يا باسم خلاص تعالوا نتفق اتفاق ان احنا لو وصلنا لأكتر من خمسونية كومنت الخمستاشر دون هيكونوا نتين وخمسين واحد هيتم التقديم ليه مجانا بنفس الشروط بالظبط مش هنزود حاجة في الشروط بتاعتنا بس خلاص يلا بقى نصلي عزيزنا نبي صلى الله عليه وسلم ونروح نشوف البرنامج بتاعنا النهاردة الكلام فيه على ايه بسم الله الرحمن الرحيم ترجم يا صديقي برنامج التنقل الدولي السريع يسمح برنامج التنقل الدولي السريع التابع لحكومة كندا لصاحب العمل بتوظيف عمل اجنبي مؤقت دون الحاجة الى تقديم طلب تقييم تأثير ليمة في سوق العمل ده بالنسبة لاصحاب العمل كان عقل كبير جدا لانه هو لازم يرجع لتقييم ليمة يشوف هل الموظف ده موجود في كندا ولا لأ تاني حاجة لو مش موجود لازم كان يدفع الف دولار على حضرتك عشان يدخلك كندا من جيبه الخاص بصه بيقولك في معظم انحالات يجب على صاحب العمل الذي يرغب في توظيفك بموجب هذا البرنامج تقديم عرض توظيف خلال بواب صاحب العمل طبعا لازم يتبعك رقم عرض العمل بطلب تصريح العمل بتاعك اول ما يتوافق على عرض العمل بتاعك او على تصريح العمل بتاعك هتاخد خطاب لو كنت خارج كندا وهتاخد تصريح لو كنت داخل كندا طب لو خدت خطاب تعريف هيتعين عليك تقديمه اول ما توصل للمطار بص يقولك هنا ايه لو حضرتك صاحب العمل ده قدم لك العرض لا يتعاني عليك تقديم طلب موجب برنامج العمان الاجانب لما يعني حتى انت كمان مش هتطلب منك اي حاجة من بي طيب نخص للجزء التالي زي ما قلت لكم في بداية الفيديو احنا نقدر نقدم لربعمية مؤسسة الربعمية مؤسسة دول كل لهم حكومة كيبك جمعتهم وحطتهم كل لهم في الصفحة الرسمية بتاعتهم هتلاقيني سايب لك الحاجات دي في الكومنت المثبت وفي شرح الفيديو جمعتهم كل لهم حطتهم في الصفحة الرسمية بتاعتها تعال كده نترجم كل المطلوب من حضرتك انك تراسل الناس دي بس هتلاقي كل التفاصيل بتاعته مشرح لكل حاجة دليل المنظمات المتخصصة في التوظيف تقدم المنظمات المتخصصة في التوظيف خدمات المرافقة والمشورة والدعم والبحث عن الاعمال بالاضافة الى انشطة الاعداد لسوق العمل يمكنهم ايضا نشر السفقات المطلوبة في المنطقة الدليل بفضل التعاون بين منظمات التوظيف وحكومة كده اهو امبلوي كده بص يا بشر كل دي اسماء المنظمات ادي هنا هتلاقي اسم المنظمة هنا اسم المنطقة لو ليك حد صاحبك او قريبك او جارك ساكن في المنطقة دي فانت ممكن تخش هنا تختار المنطقة اللي هو ساكن فيها هيجيب لك كل المنظمات اللي عنده وبرضو لو انت عارف كندا وفي حتة معاية نفسك تشكم فيها ممكن تعمل كده خش هنا تكتب اسم المنطقة ويجيب لك المنظمة طيب ومجرد ما يجيب المنظمة هنعمل ايه تعالوا اخد بيان على المعلم كده بس قبل ما نفض بيان على المعلم او قبل ما ناخد ازاي نبعك ليها للسفير بتاعنا خلينا اقول لك على شوية مزايا لو جيت كندا ان شاء الله على خير اول حاجة حضرتك هتلاقي اولادك بيتعلمه ببلاش تاني حاجة حضرتك هتقدر تقدم على برنامج التأمين الصحي ببلاش تالت حاجة كندا الاسعار فيها تعتبر غالية اه غالية بس الدخل بيغطي الاسعار يعني ايه الكنام ده يعني انا لو حصرف في الشهر في كندا مثلا تلت تلاف دولار حيبقى مرتبي بيغطي التلت تلاف دولار يعني هصرف التلت تلاف دولار وانا عايش عيشها ادمية ومش حاسس بخنقة لكن لو جيت على النقيد في اي مكان تاني هتلاقي نفسك يعني انت محتاج تتعب جدا عشان تغطي مصاريفك كم الناس عايشين في دول اوروبية حتى والله مش عربية وبيشتكوا من الموضوع ده يعني انا عندي اصدقاء كتير عايشين في المانيا وبيشتكوا من الحكاية ده الضراب عالية والدخل مش مغطي الانتزامات في البلد نرجع لما رجوعنا في كندا طيب ايه تاني غير ده انت كده معاك التأمين ببلاش كده معاك التذاكر السفر ببلاش كده حضرت تقدر تجيب زوجتك وتجيب اولادك بمجرد ما حد من الشركات دي هيبعت لحضرتك انت كده حلت كل مشاكلة هل ده يقدر يحولي الاقامة بتاعت من اقامة مؤقتة لاقامة دائمة يقدر يحولي الاقامة بتاعت من اقامة مؤقتة لاقامة دائمة دي ما فيهاش ادنى مشكلة تعالوا بقى نرجع التاني نشوف الشركات بيختار اي اسم وليكن انا محبش اختار دايما اول واحد ولا اخر واحد تعالوا نشوف ده عجبني الاسم ترجمي بسي باشا فوق هنا كده وادي الشعار بتاعها قطاع التجريد وزارة التجريد والتضاون الاجتماعي يركز في الحتة دي قوي دليل المنظمات المتخصة في التوظيف منظمات الالاثة المساعدة في التوظيف نصيحة البحث عن عمل وظيف وترحيل تمام دليل المنظمات هتبص معايا هنا هتلاقي اسم المنظمة طبعا هم ترجمين فهتلاقي الاسم عن الله حكايته الاستشارة والتوجيه العمل باجر او التدريب في شركة تكامل او شركة مواسن يعني هي بتساعدك على ان انت تشتغل او تتدرب طبعا احنا دلوقتي بندور على شغل مش بندور على تدريب تفاصيل الاتصال بالمنظمة سرنين لورنتيديس في الكيبي هتلاقي هنا الموقع الرسمي لها وهتلاقي هنا موقعها على الخريطة وهتلاقي هنا اسلوب التواصل معها فاكس او رقم تليفون طيب انا عايز افتح اشوف المنظمة هفتح هنا ده الموقع بتاعها هنا الشغل كله هيبقى زي محرج شايفت على انترجم خرم الطعام واجبات جهزة واجبات مجمدة اتصال ترحيل ليه حاجة ليه علاقة بالفود تمام؟ هندوس هنا اتصال احنا مجرد ما دوسنا اتصال ده مدجر بيبيا واجبات جهزة بس حضرتك هتنزل هنا هتلاقي انفو ده هتبعت له السجي بتاعك شايف الناس المحترمة لو اشتغلت طباخها بقادة المودي وبتاعك هناك والدول اعضاء مجلس الادارة الموضوع بسيط والموضوع جميل والله يعني انا انا حبيت تمام؟ طب انا مليش في الفود والاكل مش هقدم هنا تشوف اي مؤسسة تانية كل دي مؤسسات طيب يا عم بسم انا مطلوب مني اعمل ايه عشان اكون مجهز نفسي عشان اقدر بص المبدئين انت لازم تذاكر لغة اربع خمس عشر ميت كلمة انت لو قعدت شهر كل يوم بتذاكر لغة هتدوني هتفرق معك دي اول حاجة ودي اول نصيحة تاني حاجة لازم حضرتك تعدل السيرة الذاتية بتاعتك عشان تكون متوافقة مع الطريقة الكندية انا عامل فيديو قبل تتكلم فيه في الموضوع ده بس هعمل فيديو تاني عشان قاطر الناس اللي ما فهمتش الشرح من الفيديو الاولاني ما فيش مسكنة هتلاقي لي برضو سيبك الفيديو ده في الشرح مطلوب منك انك تقدم كتير يعني انت قدامك ربعمية مؤسسة ما تقنعنيش ان انت لو عملت لنفسك ترجط ان انت كل يوم تقدم في خمس مؤسسات بس من دون مش هيجيلك عرض عمل لو كل يوم قدمت كل يوم كل يوم قوم من نوم الصبح بعدما تشرب قهوتك وتصلي الرجعتين بتوعك قدم السريب بتاعك في خمس مؤسسات وابدأ يومك مش هتحس ان انت قدمت في يوم هتحس امتى بقى لما تفتح الايميل بتاعك تلاقي جيلك عرض عمل هتقول اه والله ده انا بسم ده هتلع رجل محترم وطلع عنده حق وهتدعيلي دعوة من قلبك بس يا سيد انا كده خلاص خلصت وقلتلك النصيح بتاعتي لغاية هنا الفيديو بتاعنا خلص لو عجبك الفيديو ياريت تعمل اشتراك في القناة واحنا بنقدم حاجات كويسة جدا على صفحة الفيسبوك هتلاقييني سامالة في الكومنت المثبت وفي الشرحة بتاع الفيديو وبرضو ياريت تعمل لها لايك ما تنساش المثابقة بتاعتنا شكرا السلام عليكم